بسم الله الرحمن الرحيم طيب هذا هو الدرس وهو معروض أمامنا بالمشكل نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تعلم اللغة العربية واجب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في الأقل والخلق والدين تأثيرا قويا بين ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد الأقل والدين والخلق وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب طيب هذه القطعة من الناس مشكلة يعني عليها الحركات والآن ندرب على تشكيل هذا الناس بدون نظر إلى المشكلة انظر هنا طيب تفضل قم بتشكيل هذه القطعة وأنا أشير إليها بالماوس طيب تفضل انتهينا من الموضوع إلى آخر قطة تفضل قم بتشكيل أو بضبط هذا الناس بالحركات تفضل قم بتشكيل أو بضبط هذا الناس بالحركات تفضل قم بتشكيل أو بضبط هذا الناس بالحركات بالعربية تعلم ألو أعرابي ألباء مقصورة ثم نؤدي تشديد على الهياء عربي واجي واجب أو واجب فنقول هنا تعلم اللغة العربية واجب تعلم تعلم هنا مبتدأ مبتدأ مرفوع وهو مضاف وهو مضاف اللغة العربية مضاف إليه والعربية سفح للغة وهنا مبتدأ وعندما حصلنا على مبتدأ فلابد من البحث عن الخبر واجب إذن تعلم اللغة العربية واجب طيب بعد ذلك وانظر هذا بدون الحركات ماذا نقول قال قال هذا فعل ماذي هذا وجدنا فعلا فلابد أن نبحث عن ماذا أن فاعل شيخ إذن الفاعل شيخ ثم الإسلامي شيخ الإسلامي إذن مضاف مضاف إليه ولا فعل ابن تيمية راحي ما هو الله رحمة في الماضي هذا مبني على الفتح رحمه هو الها هنا رمير متصل في محلي نسب مفعول مفعول به رحمه الله الله لفظ الجلالة فاعل يعلم أن 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 تياد لابد أن تياد لأن أن ينصب العزم ويرفع الخبر أن أن تياد فلا تقول أن تياد هذا خطأ وأيضا أن تياد خطأ لابد أن تقول أن تياد اللغة من هنا أن أتياد اسم عنا منسوب وعلى مد نسبه الفتح وهو مضاف فنقول وهو مضاف اللغة مضاف إليه يؤثر في العقل والخلوق والدين تأثير قوي بينا طيب وجدنا اسم وهو اعتياد طيب أين الخبر عن الخبر هنا يؤثر في الأقل لكن يعثر يعثر هنا يعني فعل مضارع مرفوع وعلى مدرف الضم طيب لتجرده عن النواصب والجوازم يعني لا يوجد شيء يكون أمام الفعل المضارع عن فاعل فاعل ضمير مستطر تقدره يعود إلى اعتياد إذن هنا خبر يعني الجملة الجملة من فعل وفاعله في في محل رفع خبر يعني انتبعي لهنا طيب و هنا و يؤثر أيضا في مشابهة صدري هذه العمة من الصحابة لماذا جررنا يعني لماذا ت لأنه مجرور بحرف جر من إذن بعد من يعني من الصحابة والتابعين لن نقول من الصحابة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد العقل والجينة والخلق 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 وأيضا فإن نفس نعم لابد تذكر يعني تذكر بعد إن يعني منسوب فإن نفس على نقل فإن نفس فإن نفس اللغة العربية من الدين من الدين ومعرفة ومعرفتها فرض وإذا كان واو هذا يعني ممكن أن نجعل ومعرفتها إذا أعضفنا إلى فإن لكن إذا كان نحن نكتفي بهذه العبارة من الدين ثم نبدأ جملة جديدة ومعرفتها فرض واجب يعني يجوز يجوز إثنين فإن وجدت كثيرا إنا طيب بعد هذا في كلمة فا هام ميم بعد بعد إن ماذا هل نقول فإن فهم أو فهم لا فإن فهم هذا هو الصحيح فهم الكتاب خطأ فهم الكتاب أيضا خطأ الصحيح بفهم بفهم الكتاب والسنة فرض ولا ولا يفهم إلا بفهم بفهم اللغة اللغة العربية وَمَا لَا يَتِمُّ يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَا وَاجِبٌ بِحَاجَ إِلَّا تَدَرُّبْكَ الْكِتَابَ الْحَاسِبُ الْحَاسِبُ لأنه هناك لوحة لوحة المفاتح أو يقول يعني كيبوت هناك كيبوت بالعربية وكيبوت بالعربية واللاتينية في نفس الوقت ولكن هناك لوحة المفاتح أيضا كلمات يعني حروف لاتينية فقط لكن الذي تدرب على كتابة العربية خلاص يعني عرف عين الحروف العربية مثلا في عندما نريد في في يعني و هذا صد صد يعني إذا غيرنا إلى العربية صد وأيضا في في آر أو في آر أو إر في اللغة الإنسية هذا قوف إذن عرف والأنامل واليد عرفت يعني أماكن هذه الحروف العربية بعد تدرب والتدرب حاجة إلى يعني ساعات طيب انتهينا من تشكيل أو ضبط هذه القطعة بالعربية بالحركات أو بالعشكال والآن ننتقل إلى كيف نترجم يعني هذا النس لأن نحن لابد نفهم كل كلمة نفهم كل كلمة أو الكلمات الموجودة في في هذه القطعة إذن هناك طريقة لمعرفة يعني الناس ب ماعرفة أو بطريقة كلمة كلمة ماعرفة كلمة كلمة ونقول باللغو الإمانسيا يعني cara menerjemah teks bahasa Arab bundل ada tiga cara ada tiga cara yang kita perlu perhatikan sehingga kita menguasai benar teks Arab yang kita baca disini ada metode tiga metode minimal tiga metode dan itu mungkin sudah lumayan metode pertama yaitu dengan metode kalima kalima kata per kata fah di dalam teks tadi ada banyak kata bisa sampai tiga puluh tiga puluh sampai sampai empat puluh kata empat puluh kata ini kita usahakan mengetahui satu persatu misalnya dalam kalimat tadi ada ta'alam ta'allumu al-luga al-arabiyah wajib kala shaykh al-islam ibn ta'imiyah rahimahullah i'lam anna i'tiyada yu'athir fi al-akl nafs kita teruskan kata perkata ini satu persatu kita mengerti artinya bayinan a'idhan mushabaha sadr hadihi al-umma min al-sohaba wal-tabi'in hum tazidu fa'inna nafs wa ma'arifatuhah fardun wajib faham al-kitab wa sunnah wa la yufham illa bifaham wa ma la yatim illa bifah wajib إذن تقريبا كم نتأكد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن هنا ستة عشر في هنا إذن نضرب مرتين نضرب اثنين إذن اثنين وثلاثين إثنين وثلاثين نزد هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إذن عشر إذن تقريبا قلنا إثنتين وثلاثين مع زيادة أربعة عشر إذن ثلاثون وأربعون كم يسبح يعني ستة ستة واربعون هنا ستة واربعون كلمة jadi ada sekitar 42 kata dalam sekali pertemuan kita sudah menempatkan 42 kata ini salah satu cara yang pertama untuk mengetahui arti tech dan ini bisa sangat mendalam sehingga menguasai suatu tech dari awal duduk sampai selesai itu bisa mengerti disini ada sekitar dibutuhkan waktu sekitar 60 menit 60 menit untuk memahami ini dengan baik itu metode yang pertama metode yang kedua adalah metode dengan nama metode tahzim di sini metode tahzim metode tahzim di sini artinya adalah tahzim itu per pengelompokan perkelompok kita terjemah dengan perkelompok atau perpernyataan kita dapat diberapa pernyataan di teks yang tadi yaitu kita tahzim mendapatkan 10 pernyataan nah 10 pernyataan itu masing-masing pernyataan kita kita terjemah atau kita fahami misalnya langsung dapat satu pernyataan belajar bahasa arab wajib nah ini bisa kita tulis di sini kita rubah dulu keyboardnya atau lawahatul mafatih menjadi ingles atau indonesia atau latini naktub belajar bahasa arab wajib kita mendapati satu pernyataan belajar bahasa arab itu wajib ini perlu dibuktikan kenapa apa darinya apa segala macamnya itu kita butuh sembilan pernyataan sembilan pernyataan lagi untuk mendapatkan dalil atau kekuatan kekuatan ungkapan itu kita buktikan dengan dalil atau dengan pernyataan yang disampaikan oleh ulama salaf jadi belajar bahasa arab itu wajib pernyataan yang kedua ini ada salah ketit kawiyyan kawiyyan ketahui lah bahwasanya pembiasaan bahasa dalam ini bahasa arab akan sangat berpengaruh di dalam akal yaitu cara berfikir moral atau akhlak dan agama dengan dengan pengaruh yang sangat kuat dan jelas ini pernyataan yang pertama ini namanya tahzim kita kelompokkan satu ungkapan ditambah sampai nanti sembilan kita sudah mendapatkan dua pernyataan pernyataan sebelumnya adalah berkata bisa juga kita berkata berkata di awal atau bisa di akhir sesuai rasa bahasa kita bahasa Indonesia adalah apa yang benar saya khul islam ibn ta'imiyah rahimah Allah berkata atau bisa kita mulai dengan berkata saya khul islam ibn ta'imiyah rahimah Allah rahimah kita cukup dengan tulis rahimah Allah atau kita terjemahkan semoga Allah merahmatinya semoga Allah merahmatinya kita tulis ini semoga Allah merahmatinya itu itu arti rahimah pernyataan selanjutnya i'lam anak diada yu'ath aluhati yu'athiru fil-akli wal-khuluki wad-dini ta'athirun qawiyan tadi sudah kita jelaskan di sini i'lam adalah ketawilah kita bisa teruskan kemudian yang kepernyataan selanjutnya dan berpengaruh juga dalam musyabaha sadri hadil umah minah sahabah wad-tabi yaitu mencantoh menyontoh atau berkudwah musyabaha menyontoh dengan sadri hadil umah yaitu orang-orang yang termasuk awal di dalam dari umat ini makanya dinyatakan dengan sadra minah sahabati wad-tabi'in pernyataan selanjutnya wa musyabahduhum tazidul aqla wad-dina wal-khuluk dan mencantoh mereka itu akan menambah pemikiran kita atau otak kita menjadi bertambah kualitasnya wad-dina agama juga bertambah kualitasnya wal-khuluk moral kita karena kita akan mendapati banyak contoh dari para sahabat selanjutnya selanjutnya adalah juga perlu diketahui bahwasannya bahasa Arab itu sendiri bahasa Arab itu sendiri dari agama itu kita kuatkan dengan pernyataan al-khalifah al-thaniya Umar ibn al-khaltab ta'allamu al-arabiyya fa'inna min ad-din au-min umuri dinikum selanjutnya pernyataan selanjutnya wa ma'arifatuhah fardun wajibun mengetahuinya adalah wajib kemudian selanjutnya fa'inna faham al-kitab wa sunnah fardun ketahuinlah bahwasannya memahami al-kitab itu al-Quran dan sunnah itu fardun wajib wa la yufhamu illa bifahmi lughat al-arabiyya dan tidak bisa dihahami kecuali dengan kecuali seseorang itu memahami atau menguasai bahasa arab wa ma'ala yatimul wajibu illa bifah wajib ini pernyataan di akhir atau conclusion dari berbagai pernyataan jadi menguatkan yaitu wa ma'ala yatimul wajibu suatu yang wajib itu tidak menjadi sempurna illa bihi kecuali dengannya yaitu dengan bahasa arab itu dengan memahami fahuwa wajib maka hukumnya adalah wajib itu adalah konkursi metode selanjutnya adalah metode dengan metode terjemah kamilah yaitu memahami tek tadi dengan menerjemahkan secara maknanya apa yang dikandung dari tek tadi secara langsung sekarang kita coba menerjemah langsung sehingga langsung hafal atau langsung dimengerti tetapi terjemahan langsung ini tidak membantu seseorang untuk menguasai kata-perkata atau perpernyataan karena khususnya apabila pemahaman dari terjemah itu hanya sekali hanya sekali dan hanya dibaca terjemahannya saja tidak dipahami tek harapnya itu juga sangat sulit untuk bisa memahami secara sempurna kita kita baca تعلم اللغة العربية wajib wajibnya belajar bahasa Arab tentang wajibnya belajar بفهم العرب لغة العربية وما لا يتم الواجب إلا بفاو واجب طيب واجبnya belajar bahasa Arab سيخو الاسلام ابن جميع رحمه الله mengatakan ketahui lah bahwa kebiasaan berbahasa Arab memberikan pengaruh yang kuat dan jelas pada pikiran akhlak dan agama dengan kuat dan jelas ia juga dapat memberikan pengaruh yang positif dalam mencontoh para sahabat dan tabiin mencontoh mereka رضي الله عنهم dapat meningkatkan kualitas pikiran agama dan akhlak bahasa Arab itu sendiri berasal dari agama dan mengetahuinya adalah wajib memahami Al-Quran dan Sunnah adalah wajib yang hanya dapat dipahami dengan pemahaman bahasa Arab dan ketika suatu kewajiban tidak dapat sempurna kecuali dengan satu hal tersebut maka hukumnya adalah wajib nah disini adalah pernyataan Sahih Ibn Itamiya tentang wajibnya belajar bahasa Arab bagi Muslim karena itu marilah kita canangkan oleh sekarang bahwa siapapun kita yang Muslim dan meskipun seandainya kita sudah dewasa atau bukan bukan mempunyai takhasis atau takhasis di dalam bahasa Arab tapi adalah kita mencoba berusaha untuk memahami Al-Quran itu dengan bahasa Arabnya kemudian bahasa Arab juga kita pakai dalam banyak hal dalam kegiatan kita beribadah seperti sholat seperti sholat kemudian berdoa jika kita sebagai Muslim tidak mengerti apa yang kita baca dalam sholat itu kurang efektif bagaimana kualitas seseorang sholat tetapi tidak mengerti apa yang diucapkan terutama Al-Fatihah itu sendiri bacaannya misalnya kurang bagus tidak sesuai makhluk huruf kemudian tidak mengerti artinya dan itu kualitas sebagai Muslim sangat kurang makanya insya Allah dengan materi ini bisa menumbuhkan kita untuk bergerak atau beraktifitas atau bermujahadah bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang kita baca dalam sholat kemudian yang kita baca dalam setiap hari ketika kita membaca Al-Quran mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk dapat mewasai apa yang kita inginkan terima kasih بدعا كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسافرك وأترك إليك والأفا منكم والله الموافق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته